إضرابات تتسع رقعتها في أوروبا سعياً لتحسين المستوى المعيشي، الذي بدأ يتراجع مع زيادة معدلات البطالة وارتفاع الأسعار دون تحسن في الإجور. العاملون في فرنسا ربما نفذوا إضراباتهم لسبب آخر، وهو قرار الحكومة رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64، لكنهم وضعوا شرط رفع إجورهم على قائمة مطالبهم لإنهاء إضرابات متعاقبة نفذوها، وشملت قطاعات خدمية مثل النقل والصحة والتعليم، تسببت بإرباك في سير الحياة اليومية. على الحكومة الإصغاء إلى مطالبنا، هناك حشود خرجت في التاسع عشر من يناير، وسيخرج المزين. وعلى الضفة الأخرى من بحر المانش، لا يختلف المشهد كثيراً، ذي وجه البريطانيون أزمة معيشية خانقة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وما ترتب عليها من زيادة في تكلفة الحياة، وعجز نسبة كبيرة منهم عن تلبية احتياجاتهم، ما دفعهم إلى تنفيذ إضرابات متتالية، وصلت ذروتها في شهر ديسمبر الماضي، شملت قطاعات الصحة والنقل والبريد والتعليم، في محاولة للحصول على زيادة في الأجور، وهو ما رفضته النقابات العمالية، التي طالبت أيضاً بتحسين ظروف العمل. لكن تنفيذ هذه المطالب لا يزال عالقاً بين شد وجذب الحكومة والنقابات. ولم تكن بلجيكا بعيدة عن موجة الإضرابات هذه، إذ نفذ عمال شركة طيران رايان إير مطلع الشهر إضراباً طالبوا فيه بتحسين وضعهم المعيشي، ألغيت على إثره 150 رحلة جوية، ما يفتح الباب أمام المزيد من الاحتجاجات إذا بقي الوضع المعيشي للأوربيين على ما هو عليه. ترجمة نانسي قنقر